السلام عليكم اخباركم ابن ورين دايما معي بسعبكم في كل وقت وفي كل اوان يا مرحب يا مرحب يا اهلا بميني شارك سعادة دائما وغامرة بوجودي معاك وان شاء الله دايما مع بعض الزمالك وزي ما اتفقنا ان خلال الفترة الجاي الموضوع كله هيبقى كلام اكثر عن الزمالك في شتى الوجه والاتجاهات ما بين ادارة ما في فريق كورة ما بين كل حاجة كل كل يعني اللي هيظهر قصادنا هنتكلم فيه ان كان طبعا على المشهد الحالي هو مشهد الادارة وحال الادارة وقصة رئيس نادي الزمالك الغير موجود وان كان هناك من يحكمه حتى ولو من وراء السطار او بشكل علني اللي هو المستشار المرتضى حتى وان كان قال موضوع الابتعاد عن المشهد اللي طلع غير صحيح ليه موضوع الابتعاد عن المشهد اللي قاله المستشار مرتضى تطلع غير صحيح لانه يظهر يوميا في المشهد معنى الابتعاد عن المشهد معنى الابتعاد عن المشهد لا مدخلات ولا تصريحات ولا اخناءات ولا مشاكل ولا اي حاجة تيجي من هذا الاتجاه ثم انه فكرة انه انا بساعد لحناك مش بنساعد انت تدير يعني لا داعي ان انت تقول صياغة غير صحيح بمعنى انا بساعد ودي الرموز ودي الناس اللي بساعد طبو انت تسمح او مجلس الادارة قاد يسمح لي ولا الغيري ان هو يساعد بلاش هل تسمح لخالد ابعزيز يساعد هل تسمح لحسين لبيب يساعد هل تسمح لرقوف جاسر يساعد هل تسمح لكمال درويش يساعد لا بحناك مش هتقبل ولا الادارة عشان دول كل اللي انا اسمعته دي اللي قلتها دي كلها مش اسمها مرتضة منصور فما فيش حاج اسمها المساعدة ا 내가 ندفعت اوسيريو في الزمالك دلوقتي ليست في انهم ما يبيع لعبي بمعه فلوس زي مصطفى فتح كده فلوس تأخرة بس يجدت ده بيع لعب مش موارد تصنع من قبل مجلس ادارة لحل مشاكل النادي المالية هيا يا ده الفرق مش فيه فلوس والنادي غني اه نادي غني نادي الزمالك نادي غني لا شك لكن ما تجيش تقول لي ابيع زيزو مثلا بيع عشرة مليون يورو بنتك كده راجل غني يعني بيع من لعيبة تمام موارد رفع قيمة النادي المالية الرعاية الحاجة كتيرة جدا تمام طيب فالوضع زي ما انتو شايفين وده خدنا الحاجة التانية تخص الادارة برضو معلش هطول معك في الادارة بس يعني اللي نعي ونفهم جميعا ويها انا مساميها حالة سليمان وهدان ازاي يدور نادي الزمالك حط تحت حالة سليمان وهدان هو البدج بقى ازاي الاستاذ سليمان وهدان ليه تصورات كرجل مستقل عنده عقل بيفكر فيه فبيقول انا عاوز كزا كزا وده بيبقى اه طبعا بيبقى خلافا عن كوجة نظم ونصور اللي باجل المشهد ان انت عايزه بتاع او ايه الازمة بتاعت سليمان وهدان بتتصعد او تصعدت يعني ان كان بتهدى دلوقتي اه بعد ازمة سجن المستشار مرتضى شهر وفكرة انه يطلع يقول انا هبقى اتفاقت ان انا هبقى رئيس اللي بالانابة وهو مش عارف ايه ومرتضى نصور اعتبر ان الكلام ده غير غير مقبول وهو ازاي تعمله كده وانا مش عارف ايه والحاجات دي كلها ده غير موصل للحوار مع عامر اديب يعني احد اعداء او اللي المشهد مرتضى نصور اعتبر انه اعداءه يعني طيب وقرر انه تشطط ايه الدليل بقى الدليل ان المشهد مرتضى ما بيقول هو ان انا منسحب من المشهد قال ايه هيبقى في انتخابات اتفاقت حباب التراشح يوم واحد وتلاتين عشرة انتخابات على رئيس مقعد الرئيس ومقعد النائب وعضوين سليمان وهدان واحمد دعبس ده مش انا اللي بقول ده هو اللي بقول هو قرر يشطبه شطبه هي الموضوع كده انا قلت انه مشطوب بشطب على الورق ولا على الورق ولا على الفعل والدليل راجل بيرجع اصلا ده مش احمد دعبس اللي قد مستقلة وممكن يرجع لا ده راجل مفروض بيتاخد قرار بشطبه فيرجع هل يتاخد قرار بعودته ازاي ويهي اجرامه ايه وايه بتاعك مفيش فيش حاجة ليه انا قلت مشطوب انا قلت رجع ويطلع سليم ادلاك انا عادت مع المشاوم مرتضى وحلنا الموضوع ياه هو الحكاية كده يا استيس سليمان الموضوع ان احنا قعد مع المشاوم مرتضى يعني اروح قعد مع المشاوم مرتضى ونحل الموضوع وكل الديون اللي على الزمان تروح قعد مع المشاوم مرتضى ونحل الموضوع هي دي طريقة ادارة النادي شي محزن لاقصى درجة او الله في حالة لاستيس سليمان واحدان هي الحل التي تثبت كيف يدار ندي الزمالك بالطريقة اللي هي يعني ايه زي ما بقولوا كده دي هي دي الطريقة اللي ادارة ندي الزمالك تروح تقعد مع المشاوم مرتضى تروح تقعد مع المستشار مرتضى في بيته بقى خلي بالك المشاوم مرتضى يدير ندي زيك الان من بيته كان الاول يقعد على الترابيزة او في مكتبه في ندي الزمالك يديره من بيته وده ياخدني الى الفيديو بتاع السيرجو اللي من بيت المستشار مرتضى الحقيقة انه الفيديو ده بالنسبة لنا كمشاهد ومتابع وكل التفاصيل اللي انت عايز تقولها بيقول لي ان المشهد ده مشهد يخوفني ليه لان برضو في حضور جمال عب حميد وخالط لطيف قاعدين في الخلفية مش ظهرين يعني ظهروا في اول المشاهد بس على الاعتبار يدي الشرعية كده فيه شرعية للقاعدة المستشار مرتضى والله هو هو عارف وانتو عارفين لا دور له رسمي داخل نادي الزمالك لا قرار ولا اه يعني امضى ولا لقاء ولا اي حاج انا معرفش على اي اساس المستشار مرتضى بيروح يقعد مع بتوع اتحاد الكرة ويقول لهم واحد اتنين تلاتة وهم يرد عليه تلاتة اربعة خمس هو مش رايح او او اخد الاتنين الرسمي المديرين الاداري والمالي والحاجات دي طب او رايح لي انا كرمز بساعد طب حضاك اتاخل كده ودخل منضوع بس طب اتاخل كده ودخل رؤوف جسر طب اتاخل كده ودخل كمال درويش طب اتاخل كده ودخل سليمان واحدان حتى? لا. طيب. الكلام اللي انا بقوله ده بيخليني خايف. على مصير اسر. لانه كان فيه فصال. ما شهر شهر ونص طب شهرين تحقق ومفروض لتلاتة. اوسريو المشهد اللي شايفه دوت. والكلام والتصريح اللي هو في اوقات كده لا يعني هذا الرجل. الراجل يعني انا عاوز تلات لعيبة واربع لعيبة اتهمني وعاوز مرتابي. والفلوس بتاعت اللعبة يدفع بمواعده. ده اللي عايزه اوسريو بقى لا انا عملت ولا دخلت ولا وديت ولا روحت وده مش عارف ومحجوز ومش. انت بتخوف يا فندم. الراجل ده لو اجنبي طبيعي هيخرج بش هيرجع. الاجانب اللي هو بيحسبوها بالورق او الالم. يعني ده لو فايلر كان سلم على المشهد مرتابي بالطيارة. او كولر. او جروس الاوروبيين الموديل ده. او كارتيرون حتى. او فريرة. فانا ما عرفش. لكن خايف. الفيديو بتاعه ده مخوفتي. انه ممكن يروح ما يرجعش. الله واعلا واعلم. ان كنت انا مثلا بقول طالما اني زمالك مش هيجيب صفقات وزاك مش هيجيب صفقات الوطع الحالي بقول له مفي صفقات. يبقى اولى ان المدير الفني اللي بقى موجود مدير فني كلاسيكي. ان كان البعض يقول لك لا يا شادي الراجل ده اشتغل كويس وطور من اللعيبة واللعيبة بتقدي معه حلوة. بالمناسبة على اللعيبة كويسة جدا جدا باللعيبة بتحبوه. بالمناسبة يعني. وده احد اسباب نجاحه. بنوجة نظر البعض يعني ان اللعيبة بتتطور انها بتحبوه. والرجل بيشتغل وبيبتهد وبيساعد وبي اه وبيرفع بمعنوانات اللعيبة وبيدعم بتاع بعمر السيسي وروقة اللي هم اكتر اتنين بيتهاجموا من الجمهور وبيدعم عمر جابر وده اكتر الناس برضو من الناس اللي بتهاجم من الجمهور. فدي حاجة مساعدة اللعيبة. مساعدة اللعيبة. وبنسبة اللعيبة بقى. في الفيديو بتاع مبارح. ظهر ازمة غير موجودة. او لم نكن نعلم عنها شيئا دمانا. ان في مشكلة عند شيك بالك. مع اه ادارة الزمالك اول مسلم ارتضب. سوف تمسك جرنان واحد يقول الكلام يعني. تمام? لكن في زحمة كده امدخل شيكا في الموضوع. يعني هو في الجرنان داماسكو بينفي. خلي بالك. بينفي الكلام اللي مكتوب بتاع اسيريو. في حضور اسيريو. لكنه بيأكد الكلام المكتوب او يضيف عليه. عند شيك بالك. رجعت ان الاسلام صدق طالي عليك انا مقودش كده اساسا في الكلام اللي انا قلته. عند شيك بالك. فده يزبط لنا ان في ازمة موجودة. من لحظة ما شيك بالك قال. انه اما نخلص البطولة هنتكلم والامانة ما تكلمش. وكان واضح انه عايز اتكلم هو بطل يعني. بس للاسف. عشان كده كان في حالة من ان احرارة الشديدة والرغبة الشديدة عند شيكا والبعكيد شفتوها في المنشاط. اه عشان يعمل حاجة. طيب. ايه الموضوع بتاع شيك بالك? حسب كلام مشو مرتضى انه نقلا عن الكلام اللي كان بو اسلام صادق. انه شيك بالك ما حضرش عشان مش عاوز زيحت عشان مش عاوز في المستحقات. قال له ده انت قلتنا انه عشان ابنت. حدش يعرف اساسا شو كده ما حضرش. اساسا دي حاجات يعني في كلام طلع اه ولا ادى حضروا بتاع والناس عادت الموضوع وراجل راح صفره والموضوع خلص والبطولة بدأت وانتهت وعملنا شغل كويس على حلوة على وحش يعني عملنا كل حاجة والموضوع خلص. ايه اللي يعيده بقى? ليه نفتح بابنا حيتش كبال? اه عشان نقعد نقول حبيبك ممضوع عباس. روح تكلم ممضوع عباس. روح تخد منه ومش عارف ايه. ايه? ليه? ليه كلام ده? هو احنا بنبله هوا? دي اما موضوع انا مش فهمه. وبعدين برضو. اللي اتنين اللي عادين قصادوا بقى. كابت خاد لطيف وكابت جواني وقاح بحبيب. وبيزعلوا مني انا عارف. ايه بقى? ليه ما تقولوا احزف الحتة دي? اطلوبوا انه خلاص بس انت المستشار ومضوع عادة. احزف حتة الشيكبالة. ماشي بتاعة اوسيليو انت عليك وجهة نظر وبتاع قولها. الشيكبالة نحزف الكلام بتاع الشيكبالة. ده فيديو. مش هوا. فيديو مسجل. في بيئة المستشار مرتضى بكاميرا المستشار مرتضى. سهل انه يتقطع يعني الكلام ده. لكن لان الدور مش موجود. لان الدور الاداري الصحيح. عند الكابت الجراب حميد. وفاهم يعني ايه الموضوع ده? ككورة. ودخالد لطيف اللي فاهم موضوع ده كإدارة. انه ما ينفعش. ده راجل دخالد لطيف ده كان عضو والتحاد كورة. يدير الكورة المصرية. باختار مدربين وقصة. مش عارف يعمل حاجة ايه. كابتن جراب حميد كابتن مصر في كاس العالم. وخبير كروة. مش عارف يقول ان الكلام بتاع ان الشيكبالة ده ما ينفعش يتقل. حتى لو احنا في اجازة. ويطلع كلام النهاردة. اه شيكبالة في عقده. انه قبلت اه خلال عشرة يام من نهاية ولا اسبوعين من نهاية الموسم اللي احنا فيه ده. اه لو الزمان اللي يتقبل لغوا بانتهاء العقد ما لوش حاجة. يعني كمان عاوزيتش كلها يعتزل. الغصب يعني. طب الراجل اللي انتم بقاعدين جنبه ده وات عايزين منه ايه. طب ايه اللي يطلع البند ده دلوقتي? ايه الفكرة? ان البند ده يطلع في اللحزة دي. ازا كان هو اناقصه اه تمانية واربعين ساعة ولا اتنين وسبعين ساعة? والبند ده يبقى ليش لازمة وراجل يكمل. ايه فكرة انك تطلع البند دلوقتي? وتصربه? وبعدين بقى انا ما عرفش يعني انا ما ليش علاقة بشيكبالة بصراحة. اتمنى انه ما يتكلمش. يعني ما يتورطش في في موضوع. يسكت. لانه ما حدش هيبعت له حاجة. ويه الراجل في الاخر هلعبه او مش هلعبه دي حاجة تخص بقى اوسيريو اللي واضح جدا انه بيعتمد على الشيكبالة التسعين دقيقة. فالشيكبالة في اللحزة دي في مركز قوة. فلا داعي انه ينفعني او يخضع او يكتب حاجة. ارجو. اه طيب اعرفش. مليش علاقة بشيكبالة فما قدرش يعني اقول هيعمل كده لا. اه فاتمنى انه ماعملش. يعني ماعملش حاجة في في الجزء ده خلص. طيب. نروح كمان لموضوع كهرباء. كهرباء واضياته. الحقيقة اي انه كهرباء والاضيات بتاعته محتاجة دراسة جدوى لنفهم الموضوع. كهرباء لنسبة سيت من كل الكلام اللي بيتقال لو انا بيارجوكوا يعني. بتاع انه هيدفع الفلوس. كهرباء اللي عايز يفعل فلوس كان دفعها. كان دفعها. انه بقول لكم. كهرباء لا ايما ما عوش الفلوس. لا ايما مش عاوز يدفع الفلوس. اختروا حاجة من اتنين. لا ما عوش الفلوس? اساسا. لا مش عاوز يدفع الفلوس. وعاوز ياخد الموضوع للحبل الطويلة. تواعرفين سليماني كوليبالي الاهلي خد فلوسه بعد ست سنين. احنا ملنا سنتين. بعد ست سنين خد الفلوس. وخد ابن قصد ومش عارف ايه. تمام? الاتحاد الدولي اليميل دائما ليعطاء فرص. طب بعد الست شهور دول هيتوقف. لو يتوقف يعني. هيلعب سنة. كمان. في شهر سنة يلعب له سنة ونص. بعد تلاتة وتلاتين سنة اساسا. فكرة انه يجيب الفلوس دي. طب الاعلان. انا قلت ان النادي الاهلي بيساعدوا في الاعلانات. بس اما هو برضو ما نعافش الاعلان ده قيمته كامل. عشرة مليون جنيه يا سيدي. انكون الاقل ممكن. وممكن ببا اكتر. الله اعلم. برضو. دول هيساعدوا في ادعاو ازا? سبع اعلانات الاعلان بعشرة مليون عشان يجيبه الخمسة وسبعين مليون. هل النادي هيدعمه? النادي هيدعمه ازاي? ما هو دي بقى بمناسبة. لازه يدعاوه من طريق رجال الاعمال اللي هم اعضاء في النادي. اللي يمكن يعملوا اعلانات. ده النادي. مش هتطالع بوس ما نجيبه اساسا انادي الاهلي. ده صالح الكهرباء. الحيقة ان الكهرباء اللي انا شايفه قادر احلله مش هيدفع الفلوس. ولا بقسله بعد شهر ولا عسله بعد شهرين ولا عسله بعد هيتوقف ولا انه عسله مهم النادي الاهلي. عسله مش هارف ايه? الكهرباء مش هيدفع حاجة ما نجيبه. ده ملخصه عندي. يدفع من جيب غيره ممكن داعم محب النادي يعني كنا لكن الكهرباء تطلع 75 مليون جنيه ما ينجيبه ده اولا مسرف اكيد الكهرباء بالنسبة مسرف فلا ما اعربش بقى فلوس قدي ايه عشان يدفع منهم 75 مليون جنيه يعني بالعقل كل الفلوس اللي خدها الكهرباء من لعب الكرة ياسيلي 75 مليون مثلا هيدفعوا كلهم وايش على الحديد يعني انه برضو في درجة لما بيتغرم في النادي الاهلي بيغرموه مليون جنيه من العقل اللي هو بتاع 11 مليون مثلا ولازم يلعب المشاركة ومش المشاركة والاهلي كاتف في العقل بتاعه انه ملوش دعوه بالغرام والغرامة ده هي تحملها نفسه فاتوا بتصويرين الكهرباء يدفع 75 مليون ان كان هناك احد في ادارة نادي الزمالك يحلم بان كهرباء يدفع الفلوس فانا بقوله فوق من الحل خليك فرض الواقع يتوقف ما يتوفقش ترفع ايه قضايا مدنية وتطلب القضية اما تبقى الحبال بتاعة الفيفا تخلص ايه باطلب او هتردخ كادارة لرغبة محامي محامي اه كهرباء وانك تاخد الفلوس بالقص وعلى مسافات الزمالك اذا كان حاطت في بال وابودرزك حاطت في بال افوزش كهرباء فانا بقوله في الكهرباء مش جاد الوقت وان جت يعني اشك انها تيجي يعني وان جت تيجي اهلا وسهلا ان كنت انا اشك ان الكهرباء يدفع في حاجة كمان نسيت اقولها النهاردة خرج كلام وتصريحات في الاتحاد الطايرة انه اه في ديون على الاندية لها التسجيل بقى والمشاركات والحاجات بتاعتهم كان اتناشر مليون جنيه ديون على الاندية المشاركة في دوريات في دور الطايرة او في اتحاد الطايرة المفاجئ ايه ان الزمالك عليه كم من الاتناشر تسعة تسعة مليون جنيه الزمالك مديون ليها مديون لاتحاد الطايرة من اصل اتناشر مليون يعني كل الاندية المشاركة في البطورة عليهم تلاتة مليون وازمالك تسعة مليون تل من الديون في الطايرة في السلة هتطلع بعد شوية واحد تصور دي النهاردة او بكرة ممكن تتلاقي السلة اطلع له يقول لك الزمالك عليه كزا اليد موقوف قدنا في اليد عشان غراماته بتاع الطاقة القدم وقال لي بالك الاندية الاتحادات بتعمل ايه قال لي احتمنت الرجل دفعت تلاتين مليون اهو لاتحادة القورة طاقت لي بقى التسعة بتوعي فيبدأ يخرج لك الحكاية لكن انت شايف ايه شايف تل من ديون الزمالك لا ينتهي عارف ياخد من التل ولا يختل او ده الزمالك تاخد منه تلاتين مليون يطلع لك التسعة تاخد التسعة يطلع لك العشرين تشيري العشرين يطلع لك الخمسين تل ما يختل من الديون يا سبحان الله طب الادارة كان بتشتغل ايه بعمل بتعملوا ايه بالديون الزمالك زي عشان كل الفلوس دي كلها فلوس دي نسبة عقد فيها نسبة العقد للخصب الاتحاد الزمالك بيدفع أربعين مليون جنيه على نسبة العقد اللي موجودة القايمة الاولى ده غير الجداد ازاجهم معنى كده ان القيمة المالية لبطوع الطائرة دي مدولة بياخد سبعة مليون دي برضو نسبة ترفع الأسعار دي كلها ليه ليه بتدي الفلوس دي كلها للعيبة فكرة الطائرة والسلة واليد وها ما بتجيبش دخل ايه لا بس مبرايات ولا رعاية ولا ايه حاجة الرعاية اللي بتيجي بتيجي ليه الزمانك صحيح كلها لكن بتوعلك كرة القدم والدليل التلاتين مليون بتاخده من الفلوس الرعاية عشان يروحوا اتحد الكورة قتل الزمالك من الديون لا يفتل للأسف ما بتهزش سابت راصخ ربنا يسطر بصراحة على موضوع الديون دي لانها ممكن تاخد الزمالك في اتجاه ومنحضر اكتر من المحضر اللي موجود فيه وياريت الادارة تاخد بالها وياريت خيات لطيف يا خباله اللي بيزعل يقولك انتو مش شايفين غير خيات لطيف اه مش شايفين غير خيات لطيف ده اميني السندوق يعني المفروض دي كلها ده انتو اللي ماضي بايدك انتو احمد دعبس على الورقة اللي بعتنا للدراية بتقولك خدوا الزمالك اللي في 53 مليون لا ساعات 50 مليون مش حتى 100 مليون للأسف تبقوا على خير في اللي جايش ان كان هناك خير لكن ان شاء الله الخير وربنا سبحانه وتعالى يعني دايما بيجي بالخير السلام عليكم